مع احتدام الحرب الصهيونية على قطاع غزة وارتفاع عداد الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين لا سيم الأطفال والمساء منهم والذين يمثلون نحو 70% من عداد الضحايا في القطاع بدأت تظاهرات الشعبية في المدن والعواصم الغربية بكثافة ملفتة برغم الموقف المعلن من جانب أكثر حكومات تلك الدول بدعم كيان الاحتلال في حربه الوحشية على سكان غزة موقف شعبي يراه مراقبون يتجاوز حدود التعاطف الإنساني مع الضحايا من النساء والأطفال وصولا إلى المطالبة بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر بحسب ما ردده متظاهرون في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في تحدي جماهيري واضح لموقف الحكومات الغربية وسياساتها المنطلقة من رؤية صهيونية موقف شعبي قد يشكل في رأي المراقبين ضغطا تراكميا على تلك الحكومات لتغير منقفها إزاء ما يجري في فلسطين من جرائم ضد الإنسانية في غزة وهو ما بدأ بالفعل حيث تراجعت بعض الدول الغربية عن التأييد المطلق للحرب إلى المطالبة بوقف إنساني لإطلاق النار وإدخال المساعدات للمدنيين في غزة لكن الأمر الذي يراه محللون مؤسفا هو غياب هذا الزخم الشعبي الداعم للحق الفلسطيني عن شوالع المنطقة العربية وهو أمر يعزوه المحللون إلى القبضة الأمنية التي تجيد أنظمة الحكم في المنطقة استخدامها ضد الشعوب العربية إذ تخشى أكثر هذه الأنظمة من أي حراك شعبي ولو كان لشأن خارجي وترى فيه خطرا يهدد بقاءها في السلطة وبحسب المحللين فإن الحراكة الشعبية الغربية المناهضة للحرب في غزة بدأت تتبلور من خلاله بعض المواقف السياسية التي قد تفيد القضية الفلسطينية على المدين المتوسط والبعيد مواقف ترى إسرائيل قوة احتلال غاشمة تجيب مواجهتها لا دعمها وأن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض كل الأرض من النهر إلى البحر مهما ارتكبت قوات الاحتلال من جرائم ضدهم ترجمة نانسي قنقر